في إطار زيارته لمملكة البحرين افتتح فخامة الرئيس جاير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة رسميا افتتح سفارة البرازيل لدى مملكة البحرين في خطوة تعزز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وخلال مراسم حفل الافتتاح الذي حضره سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية والوفد الرسمي المرافق لفخامة الرئيس البرازيلي وعدد من كبار المسؤولين القى فخامة الرئيس بولسونارو كلمة اعرب فيها عن سعادته بزيارة مملكة البحرين وافتتاح سفارة بلاده فيها مؤكدا فخامته ان العلاقات بين البرازيل والبحرين ستصبح اقوى في ظل سعيهما نحو تحقيق تطلعاتهما المشتركة بما يصب في مصلحة شعبي البلدين الصديقين كما القى الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية كلمة رحب فيها بحضور فخامة الرئيس البرازيلي افتتاح سفارة بلاده في مملكة البحرين مؤكدا ان حضور فخامته يشكل انطلاقة مهمة للسفارة البرازيلية في مملكة البحرين مهنئا كافة منتسب السفارة على هذا الحدث التاريخي وقال وزير الخارجية ان مملكة البحرين تتطلع ان يكون افتتاح هذه السفارة الى جانب افتتاح البعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين في العاصمة برازيليا نقطة ارتقاء للعلاقات الثنائية بين البلدين الى مستويات متقدمة من الصداقة والتعاون في مختلف المجالات واكد وزير الخارجية لفخامة الرئيس البرازيلي ان الوزارة ستقدم كل الدعم اللازم للسفارة وموظفها لضمان نجاح مهمها المرجوة متطلعا الى التعاون مع سعادة السفير البرازيلي الجديد في مملكة البحرين في القريب العاجل متمنى ان سعادته التوفيق والنجاح للمساعي المشتركة للبلدين الصديقين لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون ترجمة نانسي قنقر